كيف يكون التعامل في الشارع؟ يكون عامل ازاي؟ خلينا في حالنا خلينا في حالنا، حلو ده؟ ده في المطلق في الشارع جوش، بره الشارع جوش خلينا في حالنا الفكرة ان احنا نبتدي بالولاد بولادنا نعمل كتالوج عشان يمشوا عليه لان عشان محدش يكتهد ويحط اللمسة بتاعته او البصمة بتاعته اللي ممكن ما تكونش مظبوطة بنعلم الولاد ان احنا ما نمشيش بسرعة وما نمشيش بطيء، دي من المبادئ خالص، يعني بلاش تقلط حد في المشياء وبلاش تمشي بسرعة جدا ولا بطيء امشي معتدل ما ترميش حاجة في الارض ما تبصش في عيون الناس تخلي فيه خصوصية في بعض الناس واحنا ماشيين في الشارع تلاقي بيبص في العيون، ده كل نقطة من دول محتاجة تقرأ الوحيدة انا هجيلك ملخصات او خطوط عريضة بمعنى اصح ما نبصش في عيون حد ما نقفش ما يبقاش فيه حد بيتكلم ونتدخل في الحوار ازاي؟ يعني ما يبقاش اتنين بيتكلموا عن محل معين فانا اوصفه لهم او بيتكلموا عن نتيجة ماتش معين فانا اتدخل وده بيحصل كتير انا عارفة لو تسألنا على طريق او مكان ما نفتيش انا معرفش بدل ما اوصف للناس اوصفات غلا لا ده فيش سؤال ما ده معروف هو قالك فين او لو قال لي فين مش هسأل او انت عارفة الناس اللي بقوله هو قالك فين يعني اقرب لي يعني فتح انا مش عارف المكان بالزبط ولس هو قالك جنب ايه فانا ممكن اكون عارف اللي جنبه فاقولك لا فتروح يمين او شمال الواحد احنا نعلم بس ولدنا ان احنا نحاول ان احنا نحافظ اجل المكان بتاعنا نحاول ان احنا نحافظ على الشارع ومفيش حاجة نرميها على الارض ما نوقفش على النواسي ما نزعيقش الناس يعني مش حكاية ان احنا بس نحافظ على الشارع احنا كمان لازم نحافظ على tief inclu المياه وما بين الناس الشارع ده بتاعنا كلنا والبلد دي بتاعتنا كلنا لازم نحافظ كلنا عليها فأنا أبتدي بنفسي عشان غيري يقلدني مبدئيا ولادي واللي حوالي من الصغيرين المفروض أن أنا قد وليهم حتى لو أنا ملفتش نظرهم وقلت لهم بصوا أنا بارمي دي في المكان المخصص أو أنا فضلت هم بيشوفوني مش لازم أقول يعني مش لازم أقول فهما بيقلدوا فأنا أبتدي بنفسي أكلت أي أن كان اللي أنا أكلته أو شربت عصير أو أي أن كان أحتفظ بالحاجة في الشانطة معي لغاية ما أوصل لأقرب باسكت برضو من الحاجات المهمة أن في بعض الناس بتمشي معها متعلقات كتير جدا يعني الشانطة والموبايل والمفاتيح وغيره وخلافه ده غلط المفروض أنه اللي إيد دي تبقى حرة إسلاقي ده فيه كده 3-4 موبايلات مع البتين سجاير مع مدلة مفاتيح مع مدلة العربية في الجيوب أو في شانطة لكن لازم إيدي تبقى حرة لنفترض قبلت حد أنا لازم أسلم عليه لو نفترض عايزة أفتح باب أسانسير باب عربية باب محل باب أي أن كان لازم تباقيين حق على الأرض أسند نفسي ما أنتظرش أن حد أو أنتظر أبقى شايلة حاجاتي ومتل أخبطة واجأة سالة ما لحق حاجة تقع وحاجة تقع وحاجة تقع ده مش من الإتيكيت ومش من زوج فأحنا لازم نعرف فأنا دايما بقول لأي أن كان أن لازم تبقى متعلقاتنا ملمومة وشوناتنا لو إحنا حتى نزلنا واشترينا شونات كتير تبقى ملمومة الندارة الشمس كتير بلاقي ناس بيتقابلوا مع بعض وبيسلموا على بعض وبيقفوا يتكلموا بالندارة الشمس لا أنت برا في الشارع أوكي لذا كان حصل وقابلت أحد لازم تقلع الندارة عشان يحصل التواصل البصري دخلت مكان مقفول لأربع حطان وسقف أين كان لازم تتقلع الندارة مكانها مش فوق دماغي ولا مكانها هنا ولا مكانها مكانها في جراب بتاعها في شنطتها في الشنطة في خصوصيات غيري ده احنا ده في المترو مثلا ده احنا بنقرر الجنم بعض ولو حد ما خلصوا القراءة ما يشترجع لي رسائل الموبايل شبروها رسائل الموبايل وألتزم أنا أسن أنا بقطعك وقالتزم بالطبور سواء كان قدام السراف الآلي أو في سلالم المترو أو على باب الأسانسير أو في السينما أو في أي مكان وطبعا احنا كل مكان المفروض ان احنا بنروحه ليه اتيكيت يعني لو احنا رايحين متحف رايحين مكتبة سانمة مسرح رايحين زيارة عائلية رايحين ناكل بر كل ده ليه نظام فأنا مبدئيا ألتزم بالطبور أحاول ألتمس الأعذار للناس اللي حوالي أقرأ لو في أي مكان أنا دخلته بيبقى فيه تعليمات تعليمات ياريت أقراها لأن أنا أكيد هستفيد هي أكيد مش معمولة من فراغ دي عشان أعرف اللي ليه واللي عليه أحاول لو رحت متحف أو مكان مثلا فيه مشابة يعني ما بقاش معي شنطة كبيرة أحطها على ظهري ولا شنطة كبيرة عشان لو فيه تحف لو فيه حاجات وأبعد عن اللمس أشوف بس ملمسش وأتكلم بتون صوت معقول شكرا لكم شكرا لكم